أن يقرر القائد الأعلى لسرايا المقاومة التابعة لحزب الله الكلام عبر الأعلام ليس بخبر عابر لسيما أن الواقع هذا تأتي في سياق استراتيجية إعلامية بدأ بها حزب الله منذ فترة إن في زيارة معلنة لسيد نصر الله لعناصر الحزب على الحدود مع سوريا أو في الاستعراض العسكري في عشوراء أو في الإفصاح عن تجنيد مستمر في سرايا المقاومة الحرص على ظهور في موقع القوة موجه إلى عدوه في سوريا ولكن قد يكون المقصود منه أيضا طمأنة جمهوره القلق والمتعب ما بقى عاب يخاف حزب الله أو عم يخجل أو عم يتعامل بمسألة كفوف مع موضوع السلاح لأنه واضح أن الحرب اللي خاض بسوريا واللي عم يخوضها كمان بلبنان بريتيل بعد واقعة بريتيل كانت فعلا صارت متزلة كلمة وجودية بس هي مصيرية بالكامل في كلامه النادر والمفاجئ في توقيته يكشف القائد الأعلى لسرايا المقاومة أنهم قاتلوا في عبرة وفي مكان آخر يتحدث عن مشروع الدفاع الوطني ويقول أنه يعني كل مواطن لبناني التسلح أمر واقعي مبرر ما فيه يبرره ما فيه يعطيه شريع بس واقعيا هو هاي بس مصيبي وين المشكل وين بس يصير السلاح عم يتكوكب على فئة سياسية عم تستغله هذا الخطر في الأمر لوما الجيش اللبناني يتفوق بالمواجهة بالشمال واقعية انسحاب سلاح حزب الله على كثير من الناطق اللبنانية كان ليكون أفدح وأوسع والأخطر من الكل ممكن حيتطبع كثير بحسب قائد سرايا المقاومة نفذت السرايا أربعمائة عملية عسكرية لم يعد يخفي الحزب مكان يتعمد إخفاءه طوال السنوات الماضية وفي هذا أكثر من دلالة وأكثر من رسالة